السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار بيوز أهلا وسهلا بالجميع اليوم لما تحضروا الفيديو أنا حكون في طريقي إن شاء الله إلى المطار مسافر على إسبانيا برشلونة لتقطية مؤتمر MWC 2024 بدعوة كريمة من شركة آنر فهي حتكون رحلة عمل إن شاء الله بالعادة هاي رحلة تكون رحلات استجمام برضو وسياحة وسفر وما إلا ذلك لأنه بلادي جديدة وبتستمتع بهذا الموضوع بس بحس إنه ممكن ما تزبط معي المرة هي لأنه القلب حزين غزة يعني وأهل غزة في كرب كبير الله يعينهم إن شاء الله بدي أستغل للسفرة أني أدعيلهم على أقل أدعيلهم وأنا حكيت عن هذا الموضوع في فيديو آخر إن شاء الله بشرح لكم إيش وجهة نظري في الموضوع في فيديو قادم إن شاء الله خلال هذا الأسبوع وأتمنى أنكم تستفيدوا من هذا الفيديو وإن شاء الله رح أحاول أصنع محتوى في السفرة هاي بقدر المستطاع تابعوني على إنستجرام لحتى تشوفوا التغطي إن شاء الله وأيضاً تشوفوا إذا فيه ريلز وما إلا ذلك تسريب شكل أو تصميم هاتف الفييفو إكس فولد 3 يعني أنا ما كنتش بي تحكي عن هذا الجهاز لأنه بالعادة يعني فيفو مش كتير بتوصلنا لأجهزة تبعتهم ولكن كان فيه ميزة اللي تسربت ميزة غريبة ما عرفش ليش عاملينها وممكن أول مرة يشوفها على هاتف أندرويد هاي الميزة الغريبة واحدة من التسريبات اللي تسربت واللي سرب أعتقد هو الآيس يونيفرس الصيني سرب صورة للجهاز هو شغال بيعرض كيبورد في الشاشة التحتانية الشاشة الأمامية بيعرض operating system الماك أو اس يعني التليفون شابك ريموتلي على الماك أو اس هذا مكان زمان شغال ومش موجود فأعتقد هاي الميزة جديدة ما بعرف قديش دقة هذا التسريب بس بالعادة الآيس يونيفرس تسرباته صحيحة فتخيل يا رعاك الله أنك تقدر تستخدم هاتف أندرويد ويشبك على ماك أو اس وتبلش تشتغل هاتف شاومي 14 أولترا قادم وفي لحظة تصوير الفيديو لسما أعلنوا عنه ولكن لما يطلع الفيديو وأنتوا تحضروه أعتقد بيكون ضايا اليوم على الأغلب للإصدار الرسمي لهذا الهاتف وممكن أكون موفق في برشلونة أني أقدر أحضر الإعلان الرسمي عنه هناك لأنه حيعلنوا عنه في الام دابليو سي بس يعني لأنه في عنا ارتباطات وأشياء لازم نغطيها ممكن ما يكون عندي الوقت الصح لحتى أكون في هذا الإيفنت بنشوف بالنسبة للتصميم أعتقد راح نشوف نفس تصميم الشاومي 13 ألترا وأنا عملت عنه مراجعة والتغيير حيكون مركز أكثر على الكاميرات حنشوف حساس جديد من سوني 1 إنش الواي تي 900 وحسب الشركة هذا الحساس راح يدخل ضوه بنسبة أعلى تقريبا ب136% بنسبة ضو أكثر وهذا أحسن للتصوير ورح يكون فيه كاميرتين تلي فوتو بيعملوا زوم عليهم حساس برضو من سوني الـ IMX858 وواحدة راح تعمل 3.2x زوم وواحدة راح تعمل 5x زوم زي الألترا اللي كان معي وكل هاي الكاميرات 50 ميجابيكسل لذلك أنا متحمس للجهاز إنه يكون حساسات جديدة وسوفتوير أفضل وكاميرا أفضل الكاميرا أوريدي بالـ 13 ألترا كانت ممتازة بس الأمامية ما كانت عجبيت عهد جديد للذكاء الإصطناعي يعني ذكاء الإصطناعي الـ AI أو الـ Artificial Intelligence صار حديث الناس في كل مكان العامة والتقنيين والمتعلمين والشركات وكل حدا بيحاول بهذا السباق الزمني يدخل هذا المعترك طبعا الـ AI وسلقل ودخل فيه أنا يعني موضوع الـ AI مش كثير متحمس له أو مش عارف إذا متحمس له أو لا لسه مش واضح الأمور معي ولكن اللي شفناها من OpenAI والبروجيكت الجديد طبعهم مش تشات جبتي هالمرة هاي صورة والفيديوهات اللي طلعت من هذا الصورة تعطيه تكست بيحول لك يا لفيديو مدته دقيقة واحدة Full HD هذا بخوف طبعا أكيد رح تقدر تبين لما تحضر فيديو تعرف أنه هذا AI ومش AI أكيد واضح لسه ما أوصل لمرحلة الـ Perfection ولكن لما تيجي تقرر من سنة لورا الذكاء الصناعي كان يعمل فيديوهات أي كلام يعني تخبيص واضح التطور اللي تقدموا بهاي السنة بخوف أنا مش خايف على أنه أنا كممنتج بمنتج فيديوهاتي وأعمل فيديوهات يحل محلي لا مش خايف الرزق على رب العالمين أنا خايف من المعلومات عادي ينعم الفيديو عن فلان الفلاني ويطلع الفيديو كثير اثنتك حقيقي لدرجة أنه الكل يصدقه لأنه حتى الفيديوهات اللي طلعته الـ AI لو ما كنت حكي لك أنه هذا فيديو AI وحضرته أنا حتقول أنه والله جميل الفيديو بدك تتبع وتركز لحتى تعرف أنه هذا AI فتخيلوا يعني إيش ممكن يصير في العالم أنا مش أحارف صراحة يعني مخوفني أكثر ما هو محفزني ليش بترين لما أصور مش عيب عليك تخيل يا عزيزي المستمع تشتري AirTag بسعر 590 دولار واللي هي حقها أصلا 29 دولار صح غريب في ناس رح يشتروا هذا الـ AirTag في ناس مخهم ملحوظ هيك ضارب مخهم رح بشتري AirTag 590 دولار شركة كافيار الروسية اللي موقحها في دبي أعتقد عملت AirTag بمناسبة عيد لهذا اللي بحبه الحبيبة عملت AirTag هيك شكله ودزاينه له علاقة بعيد الحب وهيك جلد وفخام ونوعا ما يعني نوعا ما يعني نوعا ما يعني نوعا ما يعني نوعا ما يعني وحصري بس كمية محدودة بـ 590 دولار بصراحة أنا بشوف هذا ضرب من الجنون إنك تشتري AirTag بهيك سعر بس عشانه شكله حلو وجلد فخم وما إلا ذلك ولكن الأضرب من هيك الشركة نفسها قدمت برضو آيفونات جديدة ما يبتمسك الآيفونات بروح تعدلها تعرف هذا الحكي أنت أكيد عدلت على آيفون 15 برو ماكس وعملت منه نسخة هيك مش عارف شو اسمها أنا بصراحة مش عارف شو اسمها ولكن بقعرف سعرها 60 ألف دولار مصنوع من ذهب قرارة 18 ومن مجوهرات اللي هي الألماس أعتقد حطين في هذا الجهاز 159 جوهرة لزقينها بالجهاز فعن جد مجنون أنا بالنسبة لمجنون اللي بديشتري الجهاز زي هيك هو آيفون في النهاية حكي فاضي وبذخ وزايد عن حده وماله داعي إذا أنت معكاش هل قد معكاش 60 ألف أنا ببشرك الشركة عندها خيار من 7000 إلى 10000 دولار برضو آيفون 15 برو ماكس أقل بلنك بلنك أقل شغلات هيك غالي فإذا بتحب تشتري برضو مجنون حتكون إذا اشتريت هذا الجهاز آيفون 16 برو وبرو ماكس رح يحمل تغييرات كبيرة والتغيير الأول حيكون بالشاشة حنشوف شاشة 6.9 إنش إيش يسمه MLA مايكرو لينز أري كيف حيكون السطوع للمايكرو لينز أري والألوان لسه مش عارف بس إنه مفروض أفضل من النسخة الحالية أكيد المعالج كالعادي أقوى حيكون الـ A18 برو مش 17 لكن ما أعتقد إنه حيكون 2 نانومتر حيكون 3 نانومتر الرام حط لها 8 جيجا بايت رام وفيش داعي يزيدوها لكن حيكون في عنا نسخة من الساعات توصل 2 تيرا بايت هاي أول مرة بيعملها آيفون ويمكن نشوف تركيز كبير من الشركة قبل على الذكاء الإصطناعي ونشوف من عندها ماجي واحدة اسمها ماجي أو إشي زي هيك إلو علاقة بالذكاء الإصطناعي فداخلين إحنا على حقبة خطيرة من الذكاء الإصطناعي البطارية 4676 وهي أكبر من البطارية السابقة 4441 لكن التصميم ما رح يتغير كالعادة الكاميرات ممكن نشوف تغييرها على الكاميرات أوبو تطلق هاتف جديد في الصين بسعر ثلاثمية وخمسة دولار هذا هو الأوبو رينو 11F بصراحة السعر كويس أتمنى إذا وصل لبلادنا يكون برضو بسعر لطيف مواصفات هذا الجهاز على عجالة تصميم مختلف وشكله حلو شاشة OLED 6.7 إنش بتردد 120 هرتز ورح يكون عندها سطوع 1100 نيتس الكاميرا الأساسي 64 ميجا بيكسل معها Optical Image Stabilization أما المعالج فهو Dimensity 7050 والسعات 156 مع 8 جيجا بايت رام بالإضافة إلى دعم للMicro SD Card ممكن توصل إلى 1 تيرا بايت البطارية 5000 ميلي أمبير والشحن السريع 67 وات وهذا الهاتف عنده معيار IP65 مواصفات حلوة لكن إذا وصلنا على بلادنا وكان سعره 500 دولار أكيد ما فيه داعي نشتري هاي جعبة السريعة من الأخبار منتظروني في MWC 20-24 رح أحاول أغطي قد ما أقدر تقني إن شاء الله نراكم على خير السلام عليكم